انشقاقات في صفوف التيار الصدري بعد صدور قرارات صارمة ضد عدد من قيادات تيار بقتدى الصدر بتهم الفساد المالي وما سمي باستغلال الانتماء التياري بحسب مصادر صحفية صفحات موالية للصدر على وسائل التواصل الاجتماعي نشرت بشأن قضية الانشقاق تلك تحت عنوان نصائح ومعلومات وقالت إن كل من مصطفى اليعقوبي ومحمود الجياشي وحسن العداري ووليد الكريماوي هم من بقي مع الصدر وما زالوا ينالون ثقته أما الباقون فهم بين مطرود أو تارك لعمله المنشور نقل تصريحا قيل إنه للصدر يخير فيه معاونه السابق والقيادي في ميليشيا سرايا كاظم العساوي بين الاستمرار في تجارته أو البقاء مع مقتدى وليس الطرد ولا الإقالات من تيار الصدر هي الإجراءات الوحيدة التي اتخذت مؤخرا بحق أسماء كانت بالأمس نافذة وفوق الشبهات فمقتدى كلف في وقت سابق لجنة مؤلفة من مساعدين آخرين لجمع معلومات شاملة عن كل من له صلة بالتيار ويعمل في مشاريع تجارية حكومية مشروعة أو غير مشروعة بغرض فرزهم وفق تعليمات الصدر التي وضعت هؤلاء بين خيارين أما البقاء نافذين مع التيار أو الإحالة إلى القضاء وبعد نحو 16 عاما من الاحتلال الأمريكي للعراق بدأ الصدر بالتحري عن مصادر دخل مساعديه التجارية ووضعهم بين خياري التوبة أو الطرد والسجن لكن اللافتة في تصفيات زعيم التيار الصدري وبراءته كما يقول من الكثير من زعامات تياره إنها جاءت متزامنة مع تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران وما رافق ذلك من إجراءات إدارة ترامب العقابية ضد كيانات وأفراد مرتبطين بإيران وحرسها الثوري بدأت منذ نحو عام وما زالت مستمرة